يوما جديدا في الحسكة تعلق فيه رؤية صورا من ذاكرة جميلة وبعيدة من بلدتها رأس العين على جدران غرفتها في منزلها الذي نزحت إليه مع عائلتها في مدينة الحسكة تتذكر بمرارة ذلك اليوم الذي احتل فيه البلدة الجيش التركي والفصائل الموالية له طبعا أنا على طول أظل أتذكر أشياء هي لتبكيني وتزعلني وتخليني بغير حال أتذكر كيف كان نمط حياتنا قبل كيف كنا نلعب كيف كنا نشرب كيف كنا نناكل كيف كنا نروح على المدرسة نلتقي بأصدقائنا وكل أهل رأس العين معرفنا ونعرف بعض وكلنا عيلة وحدة الحسكة استقبلت مئات العائلات النازحة من رأس العين ومحيطها بعد أن ترك الاحتلال التركي بيوتهم عرضة للنهب والسرقة رأس العين دفعت ثمن موقعها الاستراتيجي على الحدود السورية التركية وتعرضت لنهب كاملا في ممتلكات سكانها فضلا عن حرق محاصيلهم الزراعية أولا نغير معالم المدينة وكل شيء مواطن هناك يحمل هوية تركية غصبا عنهم وكيف وأنا أتواصل مع زملائي ومع أهلي ومع أقربائي برأس العين أنه يتمنون يوم قبل يوم نرجع رأسي واتفع لهم الوطن ويوميا يوم أي يوم لا يوجد مشاحنات بين الفصائل المسلحة وقتال وضرب كل واحد تقسم واخذ له حي ممنوع الطرف الثاني جاء لهذا الحي وتشير أرقام منظمات الأمم المتحدة إلى نزوح نحو 140 ألف مواطن من مدنهم وبلداتهم في رأس العين بسبب الاحتلال التركي عاد البعض منهم إلى مناطقهم فيما لا يزال أكثر من 100 ألف نازح في مخيمي رأس العين والطلائع في مدينة الحسكة دون أفق واضح لموعد عودتهم وفي ظل صعوبات هائلة في تأمين حاجاتهم المعيشية والطبية الأرتال التركية التي تعبر الحدود مع تصاعد التهديد بعملية عسكرية جديدة بذريعة مواجهة قصد تعيد النقاش حول مصير مدن الشمال السوري التي تحتلها تركيا في تل أبيض ورأس العين التي ينتظر سكانها منذ عامين انتزاعها من كتل الدمار وإعادتها إلى الحياة وأهلها ديمان نصيف دماشق الميادين